توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى العاصمة رواندية كيجالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها خلال الفترة من 11 إلى 15 من أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة رقم 210 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي كما سيلقي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول المساواة بين الرجال والنساء كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي ومناقشة الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات في ضوء الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ القادمة والتي ستصدفها مصر نوفمبر القادم